العلاقات الإيرانية القطرية التي سبق وأن أكدت الزوحة في مناسبات عدة أنها لن تكون على حساب شارتها في الخليج ظهرت على حقيقتها منذ بدء أزمة قطر جراء قطع العلاقات معها فعوضا عن تصحيح المسار راهنت الحكومة في قطر على البلد الذي تتغلغل ميليشياته في سوريا والعراق واليمن وهذا يضرب عرض الحائط بمقررات مجلس التعاون الخليجي وشروط الدول المقاطعة التي بعثتها لقطر مؤخرا لإنهاء الأزمة وللعب دور أكبر من مساحتها ساعة الدوحة ومنذ إطاحة أميرها السابق عام 1995 إلى الاحتفاظ بعلاقتها مع إيران وإن كان على حساب جارتها في الخليج فتشاورت مع طهران في شتى المجالات ورفضت استخدام قاعدة العديد ضدها في 2010 أؤكد أن إيران دولة جارة مهمة وأن التعاون بينها وبين دولنا هو في مصلحة المنطقة العلاقات الثنائية بين قطر وإيران تنمو وتتطور باستمرار على أساس المصالح المشتركة والجيرة الحسنة حتى قيادتها الشابة التي أتت مؤخرا وقفت مع إيران وبرنامجها النووي أمام الأمم المتحدة عام 2015 وبلغ التعاون القطري الإيراني إلى الحد الذي لم تجد فيه قنوات الإعلام القطرية أو المدعومة من الدوحة أي حرج من الاصطفاف والتماهي بجانب قنوات الإعلام الإيرانية التي لا تنفك تهاجم دول مجلس التعاون جابر الجودي العربية ترجمة نانسي قنقر